سلام عليكم في أحلى من مخلل اللمون أكيد مفيش المفروض إن دلوقتي هو موسم تخليل اللمون ولكن مخلل اللمون عشان يطلع صح المفروض إن إحنا بنسيبه 20 يوم بحلهم وبس عشان نلحق هنعمل الطريقة النهاردة وهعمل لكم فيديو مخصوص بعد مرور العشرين يوم عشان أوريكم الشكل النهائي الطريقة بمنتهى البساطة إن إحنا بنختار اللمونة اللي بتكون من بره خشنة وبنخسلها كويس قوي وبننشفها كويس قوي بعد كده هنبتدي إن إحنا نجيب حلة وبتكون مليانة مية وهحط فيها مقدار اللمون بتاعي أهم حاجة إن المية بتاعت دي تغطي كمية اللمون كويس قوي هنبتدي إن إحنا نرفع الحلة بتاعتنا على النار وهسبها تاخد غلوة واحدة فقط أول لما هتاخد الغلوة دي هنبتدي إن إحنا نشيلها من على النار وهنغطي الحلة وهنسبها أربع أيام بحلهم بعد مرور الأربع أيام بيكون ده شكل اللمون بتاعنا هنبتدي إن إحنا نشيله من المية دي واحتفظي بالمية عشان هنشوف هنعمل بيها إيه بعد شوي وهنجهز الحاجات اللي إحنا هنحشى بيها وهي عبارة عن حبة البركة والعصفر والهريسة الحرقة اللي هي بتكون الفلفل الأحمر المهروس وعليهم كركم وملح هناخد جزء من حبة البركة والعصفر وننزل بيهم على باقي المكونات وندي لكل ده تقليبة مع بعضه كويس قوي وبعدين هبتدي إن أنا أخذ اللمون لمونة لمونة كده وهنبتدي إن إحنا نقسمها لاتنين أو ممكن فيه ناس بتقسمها لأربعة فده يعني حسب الرغبة بعد لما بخلص الكمية كلها هبتدي إن أنا كمان أجهز الفلفل بتاعي عشان إحنا حابين نحط معايا فلفل مجرد بس بتفتحيه فتحة صغيرة قوي من فوق لو حابة إنك تحطي كمان مثلا جزر أو فلفل جهزي كل ده معيك يكون مخصول ومتقطع ونشف كويس قوي بعد كده هنبتدي إن إحنا نمسك لمونة لمونة وهنحط فيها من الحشو اللي إحنا جهزنا ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معنا في الفيديو بعد لما بخلص الكمية كلها بيبقى كده تمام هنبتدي إن إحنا نجيب البطرامل متاعنا اللي بيكون نضيف كويس قوي ومتنشف كويس قوي وهنبتدي إن إحنا نرس فيه بقى كل الحاجات بتاعتنا دي مع مراعات إن إنتي بتضغطي وإنتي بتحطي الحاجة يعني ما يكونش فيه هوى ما بينهم أو فرغات كتير ما بينهم بالشكل اللي حضرتك شايفة معنا كده بعد كده هنبتدي إن إحنا نحضر المحلول بتاعنا وهو عبارة عن المية اللي إحنا سلقنا فيها اللمون ومعاها خل ومقدار الملح هنبقى حطين كل ده في صندوق الوصف وباقي بقى الحشوة أو العصفر وحبة البركة المتبقين وندي كل ده تقليبة مع بعضه وننزل بيه على المخلل بتاعنا وأهم حاجة يكون نغطي سطح المخلل كويس قوي فاضل بس حاجة صغيرة قوي وهي معلقة من الزيت على السطح عشان تحفظه وهنغطي بقى البترامون بتاعنا ده كويس قوي بالستريتش الأول وبعدين بالغضاء بعد بقى عشرين يوم هرجع لكم إن شاء الله فيديو أوريكم فيه المنتج إنهائي الحقبة اعملوا